من وجههم بالسياسي بحك كتبت مقال حضرتك بنيداء الوطن هلأ أنا قريت وانت بعدت لي كمان اتفاق الطائف لم يعد يخدمهم بصحيفة نيداء الوطن عامل سردية جميلة بدي وصل للآخر بدي أقرأ هيد النقطة لأن لفتت لي نظرين هتناعش عنوية كفية إنما يشح حاليا من نقاشات تمهيدية للحوار هي بهدف فرض خصوصية حزب الله الأيديولوجية على باقي اللبنانيين وإن منهجيته التدرجية تشبه إلى حد كبير ما يجري في الداخل في داخل الإسرائيلي فحزب الله يدفع اللبنانيين للقبول التدرجية بحلول تفرط إما عن طريق الأمر الواقع والإخضاع أو عن طريق إدخال الجميع إلى حوارات التشاطر واللي بلها وشرب ميتها فلذلك على المؤمنين بلبنان كوطن للحريات وللازدهار والتطور الإنساني الرد عليه بإفهامه بأن ضربه للأمال عودة لأمال عودة وطن الشراكة يعني طبيعيا ووجوديا الذهاب إلى التفكير بالافتراق بصورة من صور وهذا هو لسان حال الناس ولا يستطيع أحد تجاهل الشعب طويلة شو يعني الافتراق يلا خليني بس شح ليها لأنه قناعته مش لح يفرض علي خلاص هالقد حلو ممتاز بس تهديدك بالافتراق إذا مصر يفرض علي آخر شي عم يتفش الناس يفترقوا عن بعضهم يعني التقسيم يعني الفدرالية يعني هذا الصوت لا 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 هذا الدعوش لصغير الدعوش الفدرالية اللي ما بيطلع منكم يا سمر خلصنا بقى اتهامات بموضوع التقسيم شو يعني الافتراق يا سمر عم بقلك ليش ما بتاخدي المسار كله تطنطي على هالجم لا لا المسار كله هيدا المسار اللي تبع من سنة من التسعينات لا لا اتهام القوات بالتقسيم وكذا كله ما حدا عمله غير المحور الممانعة هو اللي قصم الشعب اللبناني هو وضع خطوط حمر بين الشعب اللبناني وبين الأحزاب اللي كانت حليفة لقلو وانت القادرة يا سمر يا سمر خنيني قلك شارك أنا بدي دافع عن قناتي وجودة ما حدا بسمح له يلغي لي قناتي وجودة خطابات و فكر وثقافة وإديولوجية حزب الله هي إلغائية لا إله بكل معنى الكلمة بكل خطاباتهم كل مسؤولية حزب الله بيعتبروا ما كان في شيء اسمه لبنان قبل وهلأ صار لبنان من وقت ما بلى شو هنه لا على أسف محلي دكتر رجعل تصريحاتهم جعل تصريحاتهم هلأ صار في لبنان وهلأ صار لبنان عنده كرامي وكله قبل ما كان في كرامي اوكي هلأ أداعهم فينسا على ور Vä لا هلأ هلأ بالأشهر هادي انت شيخ صفي الدين شيخ صفي الدين جعل تصريحاتهم هاي شهرين ما كان في كرامي لبنان قبل هلأ صار في عنده كرامي من بعد ما كان في مكور rank هلأ عدو الاسرائيلي ومن بعد الانسحاب ومن بعد قرب تموز سمر ما عليش شيء ما نغض النظر عن هذا الكلام هذا كلام خطير جدا هذا إلغاء لأليك ولأليك هذا ما فيني غض النظر عنه أنت بديك غض النظر غضي بس أنا ما غض النظر بس أنا ما أريد بهذا كلام إلغاء هذا إلغاء لوجودي وثقافتي وهذا تغيير لهوية لبنان أنا ملح اسمح له يفرض قناعته علي في قناعته في قناعته بده الشراكي يتفضل ما بده الشراكي كل واحد يعمل مصلحته قناعتك وقناعته 100% موجودة بس عن المتاريس لا لا شو متاريس متاريس سياسي لا لا متاريس ما أصدر متاريس الحربية أبحكي المتاريس السياسية طبعا يعني أنت وقعد بمعراب وقعد بحرط حراك بتنحل القصة لا أبدا سمر ليكي وين بيصير النقاش بين الشعب الواحد شعب واحد بمجالس الدولة طيب ما عمقلكوا طاعة مجلس النواب ركبت لكم طاولة عدتوا تعملوا حوار خلينا ننتخب رئيس الجمهورية وتفضلوا عد طاولة حوار ما هو جزء من خلافك رئاسة الجمهورية لا ليش بد يكون جزء من خلافك ليش يحترموا الديمقراطية خلينا ننتخب يجي رئيس الجمهورية بيصير في حوار صارنا سنة من قلوه هيك للرئيس ننتخب رئيس وبعدين ليش هال تعنت بأنه ما يوصل رئيس جمهورية بطريقة دستورية وقانونية ليه لأنه ما بده اعترف فينا لأنه ما بده اعترف فينا يا سمر ما بده اعترف فينا لو ما بده يعطر فيك بيقدر ما يعترف يا سمر ما بده يخلي رئيس جمهورية يوصل إذا ما كان بأمرته عم بيقلك أنه أنا أنا هيدا مرشحي أنت مرشحك عامل لي غلا يتفضل يعمل جالسة موت الله أنا عامل لي غلا محكوم لانا ما نقل له الحاكي هو الجلسة تعملوا جلسات قد ما بدكونوا وبتنزلوا بسليمان فرنجي وجهاد أزعور وبتضلوا تعملوا نفس نفسكور لا جلسة تانية اللي حتكون غير الأولى كتير فرق نحن قربنا 59 يعني قرب صاروا وفي بعض النواب ضامنوا انه يضلوا 59 لا ضامنوا انه يزيدوا انتوا نزلتوا على أساس 65 لا ما نزلنا على أساس شي وين شفت يا طلعي ليها كتير من حلقين يكون قالوا ما أنا 65 أنا ماني مسؤول عن كل طيب تنعمل خلاصة لهيدا كل القصة فرقت على صوتين أو ثلاثة